ماري دانيال هي مدربة ومشيرة في مجال التربية والأسرة ومهتمة جداً ببناء الأسرة وبتؤمن بيه أهلاً بيك يا ماري معينا ماري طبعاً مش غريبة عن أي حدر خالص طبعاً أنا مستغربة أنا معيكم وإحنا أكثر أنا لقعدة في الكرسي ده أيوة ماري أنت اكترحتي موضوع مش بس أم فممكن تقول لنا ليه أو يعني إيه مش بس أم هو أنا اكترحته لكذا سبب أول سبب لأني بحس أنه أمهات كتير قوي بينقاضوا في فكرة أنه أنا لازم أكون أم بس وأنه أهم حاجة عيالي ودي حاجة كويسة جداً أنها تهتم بعيالها وتحبهم وتهتم بتربيتهم وأنا شخصياً بهتم جداً بالعيال وبأؤمن جداً بالأطفال وبأؤمن جداً أنه أنه الأطفال دول ينفع يطلعوا حاجة كبيرة ومهم قوي أنه إحنا نهتم بيهم ونربيهم حلو لكن هو مش هما كل حاجة في حياتنا يعني أنا بني آدم عندي احتياجاتي وقبل ما أتجوز وقبل ما أخلف بالذات كان عندي حياة وكان عندي حاجات بأعملها وكان عندي أصحاب وكان عندي حاجات بأحب أعملها إزاي؟ يعني غريبة أن أنا فجأة كده كل حاجة تموت وقرر أن أنا أقتلها بإيدي عشان أرابي أولادي طب ليه؟ يعني ليه يبقى الاختيار هو أن أنا يا إما يا إما أولادي يا إما أنا ليه أحط نفسي في الحتة دي أصلاً؟ يعني ليه ما يبقاش اللي اتنين مع بعض بطريقة كويسة معتدلة متوازنة وليه أحط نفسي في الفكرة بتاعت أنه أن أنا لو اهتمت بنفسي أو بحياتي أو باهتمامتي يبقى أنا كده ببوز عيالي أو أو بأثر في حقهم أو الفكرة دي فأنا فكرت في الفكرة دي لأني حسيت أنه أمهات كتير قوي بتفقد نفسها وحياتها ومرات علاقتها بجوزها كمان عشان عيالهم طب تفتكري يا ميري أنا جاف بالي حاجة دلوقتي يعني تفتكري الناس بتقول يعني بتعمل كده أو بتتصرف كده الأمهات بتعمل كده بتصيب حياتها والكلام اللي أنت قلت يديه كله من نفسها هي فعلاً عايزة تعمل كده ولا لأنه المجتمع حطها في البرواس ده أنه أي أم بسيب أولادها وخرجة أو مسافرة أو رايحة تحضر أي حاجة لنفسها هي إيه ده هي رمي عيالها كده ليه هي مش مهتمة كده ليه طبعاً هم اللي حطوها ولا هي اللي فعلاً بتبقى عايزة تسيب ده بمزاجة أنا بتايل اتنين مع بعض يعني بيبقى بيبقى المجتمع حطها كده طبعاً الإعلانات والأم المثالية وعيد الأم وكل الحاجات دي والمجتمع كله بالتفكير كله متجه ناحية أنه الأمهات لازم يبقوا أمهات بس ويسيبوا كل حاجة تانية والمجتمع أصلاً يعني كفكر متجه ناحية أنه ما ينفعش يبقى الواحد عنده حياة متزنة هو يابيض يسود يا بتذاكر يا في الأجازة يعني يا عندك امتحانات وبتذاكر أو عندك مدرسة ما بتعبالش حاجة تانية غير أنك بتذاكر وفي الصيف أنت ما بتعبالش حاجة تانية برضو بتكبر فيها نفسك أو بتخلص دي أجازة تصهر وتبوز حياتك كلها حتى دي أجازة فهي يعني أنا أنا بأعتقد أن دي طريق التفكير يعني هي طريق التفكير أنه يابيض يسود يا الشخص ده كويس يا وحش يعني يا معانا يا علينا يا أم يا مش أم لكن لكن الفكرة بتاعت أنه ينفع أكون أم ونجحة وعيالي كويسين وبهتم بيهم وبحب جوزي وحياتي كويسة وبعمل حاجات برضو الوزنة دي أو طريقة الاتزان دي نفسها كمجتمع كمان مش موجود زائد أنه الأمهات والبنات بيتربوا على كده أنه أنه هدفي طبعا نتجوز وخلف وكده وأن أنا إمتى بقى تتجوزي وإمتى تخلفي وأنه وإنه ده الهدف الأسمى للحياة وأنه ما عندناش أي حاجة تانية نعمالها غير أن إحنا نتجوز ونخلف فبالتالي هي كبرت وهي صغيرة بتلعب بالعروسة وبتديها الببرونة ونفسها تبقى عندها يا بيبي كلها حاجات كويسة جدا بس ما ينفعش تبقى هي دي بس لأنه لأنه لو هي دي بس أنا في حتة في في حتة في شخصيتي في جزء كورنر كبير في حياتي اتطفى وتقتل وأنا قتلته بنفسي طيب أنا برضو هسأل لنفس السؤال ده للناس اللي بتتفرج علينا وأحب جدا أن انتوا تشاركوا رأينا نفس السؤال اللي سألنا الميري تفتكروا الأم اللي بتتيب حياتها وبتقفل على صحابها وحياتها وكل حاجة بتعمل كده بمزاجها ولا بتعمل كده بضغط مجتمعي حتى لو غير مباشر أنه خلاص هي الأم يئمة تبقى أم كويسة يئمة لو ما بتعملش الحاجات دي وبس واخد بالها من العيلها وبس هي كده مفرطة فيهم ومش مهتمية بيهم وهي كده مش أم كويسة شاركونا من فضلكم بقراكم وهي رأي الرجالة كمان نفسنا نعرف رأي الراجل يعني عندك مشكلة أنه تبقى مراتك بتنزل بتعمل مثلا بتخرج بتعمل حاجة بتحبها بتتعلم حاجة جديدة ولا أنت بتحب الست اللي قاعدة في البيت اللي بتاخد بالها من الولاد اللي بتذاكر نفسنا نعرف الرجالة بتفكر إزاي الستات بتفكر إزاي شاركونا بعتولنا على الواتساب كلمونا قولونا لأي مدى ينفع تبقى الست منطلقة والأي مدى لا هي الست لازم تفضل زي ما كلنا عارفين أنا رأي أنا رأي عايز أعرف رأي رأي حد تاني مهم بقى في الموضوع ده في السؤال ده بازدات أنا محتاجة أعرف في رأي الحموات بتشوفي مرات ابنك إزاي أو تحب تشوفيها إزاي هل بتشوفيها فعلا هي أم مش كويسة لو خرجت أو تعلمت حاجة أو خدت كورسة أو راحت تحضر حفلة تنزيكة أو أي حاجة رأي الحموات إيه في الموضوع ده والأولاد كمان يعني لما تكبرت تحس إنه ماما كانت بتروح وبتيجي وبتعمل دي حاجة تبسطك ولا ماما قعدت وربتنا واهتمت بينا وضحت علشان نفسنا نعرف رأي كل الأطراف في المجتمع إيه رأيكو في الأم هل تبقى منطلقة نماطية في البيت بتتعلم شاركونا برأيكو ميري أنت قلتي إنه مش بس أم يعني قصدك إنه الأمومة مرحلة يعني إيه مرحلة بصي الأمومة أنا بحث إنها هي مش مرحلة هي حياة وعلاقة يعني حتى أمهاتنا وإحنا لما تجوزنا وخلفنا هم ما زالوا أمهات لينا وما زالوا بيمارسوا دور الأمومة بشكل مختلف لكن اللي أنا أقصده بمش بس أم هي إنها إنه طول الوقت طبعا التقل بتاع الأمومة بيقل مع الوقت يعني يعني أنا في الأول وهم عائلي صغيرين أنا ببقى أم جدا 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 لما بيجبروا شوية ببقى أم شوية بيجبروا أكتر وبينطلقوا ببقى أم أقل بنسحب من حياتهم لغاية لما بيجوزوا بفضل مامتهم وبرعيهم وكده بس مش زي الأول مش زي هم صغيرين فهي هي حاجة مكتملة ومكملة معي هفضل لغاية لما موت أم بس بس هي مش بس يعني أنا مش بس مش بس بربيهم مش بس بعلمهم وبكبرهم هو كمان أنا لو شخصيا مش بكبر ومش بتعلم ومش بتغير غالبا ده هأثر عليهم برضو وهو أنا كنت تعلمت حاجة كده إنه إنه الإنسان فيه ثلاث زوايا الطفل والناضج والأب أو الأم وممكن نسميها بالنسبة للستات أربعة طفل وناضج وأم وست الست يعني زي الناضج إيه دول بقى الطفل هو الأربعة دول بيفضله معايا طول الوقت مش بيمشوا يعني هما جوايا الطفل ده عنده احتياج إنه ينبسط ويدلع نفسه ويخرج ويلعب يعني حتى وأنا كبيرة يعني أنا ممكن أحب بس كل واحد الحاجات بتاع الطفولة بتاعته مختلفة عن التانية في حد بيحب يرسم في حد بيحب حتى يعمل كروشي في حد بيحب يروح للقوفر في واحدة بتحب بتروح تجيب لبس لنفسها تدلع نفسها كل واحد الطفل بتاعه بيطلع في حتة في حد بيحب يلعب رياضة كل واحد عنده الطفل بتاعه بشكل غير التاني والأدلت أو الناضج هو الشخص اللي عايز ينجز وعايز يحس بإن هو عمل حاجة ووصل لحاجة وحقق حاجة في حياته تعلم حاجة جديدة نجح في حاجات اشتغل شغل علم حد حاجة كل دي حاجات بتاعة الأدلت الست هي اللي عايزة بقى تحس بأنه ستها تخرج خروجها لطيفة مع جوزها تنبسط تهتم بجوزها تهتم بجوزها تهتم بنفسها تعد مع نفسها شوية الأم هي الأم اللي احنا عارفانا فلو حاجة من الأربعة دول جات على حساب التانية الواحد بيبقى تعب يعني يعني أنا بعد ما فهمت الفكرة دي بقيت رائب نفسي بقيت أنه ألاقي أنه لو أنا مثلا أعدت مع العيال مثلا كذا يوم بس أم ما بعملش أي حاجة تانية يعني ولا بقرأ ولا بتعلم حاجة ولا بشتغل ولا ولا بحتى بدلع نفسي كده وبقى التفولة تطلع غالبا غالبا ببقى مدايقة جدا وعصبية جدا جدا وبقى في حتة كده ممكن أوصل لحتة أن أنا مش عارفة أتعمل معها لأني بحس أن الجواية دول اتكبتوا يعني موتوا بقى روحوا موتوا حالا نرجع للكبت بس معنا سهير تفضل لي حضرتك على الهوى مساء النور أنا كنت أيد عمل مدخلة تفضل لي حضرتك على الهوى تفضل أنا كنت أعيز أقول أنه الأم طول عمرها مضحية وطول عمرها فندة البيت وهي عور البيت وزي أنا بيقوله زي أنا بيقوله هي شامعة البيت بتمول للبيت كله وبتحرى نسوها عشان البيت ودي ربنا حطت فيها الغريزة دي والقوة دي يعني اللي تعمل الأم الوحدة يعني له عشر لجالة هي بتخشغ لها وتتشتغل وتتعب وتضحي وتدي تلور وتبقى هتموت وهلكنا في شغل وترجع كل دا يروح في البيت عشان تتشوف البيت وتتشوف البيت وتتشوف البيت والغرسيل والولاد والمذاكرة والساحي والليني والعايز يروح هنا والعايز يجي من هنا دي ربنا حطتها فيها يعني الأم اللي بطول عايزة تشوف نفسها أو عايزة أنا ما قلتش بتشوف نفسها بس إحنا إحنا طبيعتنا الشعب المصري شاف أمه عاشت إزاي وعملت إيه وضحت إزاي وطلعت ونذكرتين المجتمع بتعمل زي أمها بزا اللي ما بتشوف شو أمها عملت كده ما بتعملش كده ليه ليه الحكاية وبعند طبع بيبقى في البناء هذا بإن أنا أشوف بيتي وطلحهم أحسن ناس وأحسن نين أو بيبقى طبع إن أنا أنا من بعد استصار ده بيبقى طبع في البناء هذا ده بيسمحوني في الكلمة يعني وبعند الأغاني اللي بتقيلوا عليها الأغاني والأغاني الأجيمة دي ما بتتنز زيها بالوقت ما تتنز الأغاني الأغاني بتحلي المكاعد تخلي الداحل يدين وقلبه يبقى لين على الأمة سواء بنت أولا صحيح شكرا جدا جدا مادام سهير أشكرك جدا على مداخلتك إحنا معنا واتساب كمان سوريا بيبقى ريمون من مصر بيقول أنا رأيي إنه الأمة لازم تكون زي الأب الاثنين مشتركين في البيت في كل حاجة من اهتمام ومهام فلما الأب بيكون عنده وقت إنه يفك عن نفسه شوية لازم الوقت ده يتقسم بين الأم والأب وإنه لازم يكون لكل واحد منهم وقت لنفسه شكرا جدا ريمون نحن بنشكرك على الرسالة دي طيب أنا بس محتاجة نعلق على التليفون هي قالت تعبير قالت بتحرق نفسها علشان ولد تفتكري ده تعبير صحيح إن الأم زي الشمعة بتحرق نفسها يعني يعني فعلا الأمهات فعلا بتعمل كده بقلبها ما بنقولش إن هي يعني يعني أنا شخصيا أنا بعمل كل حاجة قدر أعملها لولادي وإحنا بنقول أنت مش بس أم لأنه الأغلبية والاتجاه العام هو إنه كل الأمهات عايزة تعمل أحسن حاجة عندها لأجل أولادها فإحنا مش بنقول ما تعمليش إحنا بنقول وزيني بين الحاجات علشان تعرفي تكملي وإنت مبسوطة ما تبقيش بتكملي وإنت تعبانة ما تبقيش بتكملي وإنت مجهدة أنا أوقات بحسها فعلا مع الأولاد أنه عايزة أروح وعايزة أود وعايزة أعمل وعايزة أجيب فبفضل مطحونة 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 وبعدين باجي فجأة بعض أزعق فيهم ما تسقنيش لهم وبعض مش مستحملة كلمة من حد واللي أقوله لازم يحصلوا مش عايزة حد يتناقش معي ومن فضلك كفاية أنا تعبت فبقى في الوقت ما تتعبتي ما ترتاحي أو تعبتي ما وأنت بتعملي كل ده عشان هم يبقوا مبسوط ينتجي في الآخر وتزعق لهم فبحس يعني تعبتي ليه طب أنا محتاجة أعمليه عشان ما بقاش تعبانة دي وعالفكرة حتى الأم المصرية اللي المدام بتقول عليها هي أم إحنينة ورائعة وكلنا عارفين كده سي نفسها اللي بيقولوا عليها أنها بتوعى تزعق للعيال مثال الأم المصرية اللي بتوعى تزعق لابنها ويابني تعالي يا حبيبي وتبوس وتحضن هي الدى الوجه الآخر هي بتعمل كده لأنها مش شبعانة مش مش مبسوطة جواها أو مش مسترياحة مش لأنها بتعمل وهي مش عايزة تعمل هي بتعمل وهي عايزة تعمل وبمحبة وبقلبها جدا بس هي بتعمل وجاية على نفسها زيدة عن اللزوم اتحرقت فعلا زي ما هي قالت هي اتحرقت طب ليه الواحد يتحرق يعني ليه ما بقاش بني قدم مبسوط وصحيح وأنا مبسوطة والحوالية مبسوطين تقصد حتى تقصد ان الدائرة ما تبقاش مقفولة بس على الولاد تقصد دي كده حتى في سفر الأمثال لما بيقول امرأة فاضلة من يجدها بيقول تضحك على الزمن القاتي يعني وبتعمل حاجات بأديها وبتعمل وزوجها معروف في المجامع يعني هي مش بس قاعدة بتربي العيال بتعمل حاجات تانية بتجيب فلوس وبتشوف بتخترع حاجات وبتفكر في أفكار وبتحلم أحلام وجزها معروف لأن هو جزها معروف لأن هي عملت حاجة خليته معروف هي عملت حاجات حتى في الكتاب المقدس بيقول كيف سفر الأمثال ترجمة نانسي قنقر